السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نتصفح في كتاب الله الكريم يدهشنا ذلك القدر من النصوص من الآيات الكريمة في سور متعددة فيها تعظيم ربنا سبحانه وتعالى لذاته العلي هذا التعظيم مقصود من وجوه متعددة أولها أنه سبحانه وتعالى يثني على نفسه بنفسه جل جلاله ويعظم ذاته بكلامه سبحانه وتعالى لكن أحد تلك المقاصد هي إيقاف العباد على هذا التعظيم الواجب علينا لله العظيم سبحانه وتعالى كم قرأنا وكم سمعنا من مثل هذه الآيات التي تحمل التعظيم الجليل لربنا سبحانه وتعالى في مثل قوله جل جلاله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون في مثل قوله جل جلاله وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عذرا لن أحصي ما في كتاب الله الكريم من تلك الآيات التي تنضح بالتعظيم العظيم لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى لكنني أريد أن أقول إن هذا القدر غير اليسير من الآيات في كتاب الله الكريم التي تؤسس معنى التعظيم لله أرادت تقرير هذه القضية الكبرى في الحياة في نفوس العباد وأرادت أن تكون هذه المسألة مقررة بجلاء مذكورة على الدوام يحياها العباد لأنها أسوء العبادة لله سبحانه وتعالى وطالما ظلت هذه الحقيقة يقظة في القلوب وصارت حاضرة في الأذهان كان ذلك أدعى إلى عبودية أصدق لله واستقامة على شريعة الله وامتثان بما أراد الله سبحانه وتعالى لأنه كلما ضمر هذا المعنى وذبل في القلوب وخفتت أضواءه في نفوس البشر فإنها يوشك أن تعتم القلوب فلا يتأتى للعبادة أن تقع على الوجه الصحيح كما أراد الله الآيات في كتاب الله كثيرة والنصوص أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عديدة لن أتحدث هاهنا عن عظيم تعلقه بربه سبحانه وتعالى أعني نبينا صلى الله عليه وسلم ولست هنا في مقام الحصر لعظيم تعظيمه لربه جل جلاله لكنه والله كان يقصد إلى تعليم الأمة من ورائه أن ذلك المعنى العظيم الذي ألهمه الله إياه وجعله سالكا طريقه على أكمل ما يمكن أن يعيش عليه عبد في تعظيمه لله كان عليه الصلاة والسلام يمهد لنا هذا الطريق العظيم نحو التعظيم الصادق لله سبحانه وتعالى نعم علمنا كيف يقوم العبد بين يدي ربه في الصلاة في أجلى مقامات التعظيم لله علمنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون أحدنا في دعائه في حجه في عمرته في طوافه في كل وجوه العبادة كيف يعيش معنا التعظيم الصادق لله بل علمنا حتى الألفاظ والعبارات التي تمتلئ بها صدورنا وجوارحنا تعظيما لله إذن ما المقصود من وراء ذلك كله في امتلاء نصوص الكتاب والسنة بقضية التعظيم لله ما رد ذلك يا كرام إلى أن تبقى القضية هذه هي القضية الأهم في الحياة وأن تكون هي المنطلق الذي منه تنبعث عبادات العباد في الحياة وأن تكون المرتكز والمحور الذي نعيش عليه مختلف اتجاهاتنا في الحياة ينبغي أن تمتلئ الصدور تعظيما صادقا لله امتلاء الكتاب الكريم والسنة المطهرة بنصوص التعظيم لله سبحانه وتعالى جاءت لتأسيس هذه القضية الأساس ولتعزيز هذا الركن الأهم في حياة العباد معنى تعظيمهم للخالق جل وعلا فإذا ما استقام لهم تعظيمهم صحت لهم عباداتهم وارتقت بهم أفئدتهم وعرفت هذه القلوب طريقها الصحيح إلى خالقها سبحانه وتعالى ثم تثمار وآثار أخر سنأتي عليها اتباعا في حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته